إذا الإنسان عاد بعد رمضان كما كان قبل رمضان صدق ولا أبالك كأنه ما صام رمضان أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم من بعد حبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يستقبل المسلمون في أنحاء الأرض الشهر الكريم بفضله وما فيه من خير ونور أنا حاليا أستقبل كلما جلست العالم الكريم والعالم الفاضل والعالم الجليل ومعلمنا معلم الأجيال أستاذنا الدكتور محمد راتب النبورسي وهذا من حسن الطالح في هذا الشهر الكريم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا شرفت أن أجلس بين يديك وأنتكلم الله يعلم كم لك من مكاني عندي الله يرضى هذا من فضل الله عليك مولانا ربني وبرك فيك يريد أبناؤك وبناتك في مشرق العالم الإسلامي ومغرب أن تستنهض إمامهم بكلامك المورني الرائع والرائع العالي كيف يستقبل هذا الضيف يعني كل ضيف له مراسم استقبال ما مراسم استقبالنا للشهر الكريم لابد من مقدمة لابد إنسان أرسل ابنه إلى باريس في نال الدكتوراه علة وجوده الوحيدة والفريدة في هذه المدينة العملاقة أيها الدراسة كانت عملاقة هذا لا يمنع يدخل لمطعم يأكل نعم أن يقتني كتاب ينتفع به طيب أن يجلس في حديقة أما علة وجوده وغاية وجوده الدراسة تمام قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ من ألطف تعريفات العبادة هي طاعة طوعية نعم ممزوجة بمحبة قلبية جميل أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعاد أبدي الله أكبر طيب جاء أنا الشهر الكريم نعم أين محل هذا من الإعراض تستمر ثلاثمية وخمسة وستين يوم هي طاعة لله كل السن وفي عنا عبادة استثنائية يعني فيها فيها أشياء محفزة أكتر موسمية أو وخطية واحد يعني ترك الطعام والشراب نعم لو أنه دخل لبيته وما في أحد بالبيت إطلاقا وكان الوقت الصيف والحر لا يحتمل ما بيقدر يضع قطرة ماء بفمه ولا يفكر أبدا الله وحده هذه عبادة التوحيد هي الله وحده يعني ببيته وما في عنده أحد ما بيقدر يضع قطرة ماء بفمه هذه حقيقة العبادة أنثمرة العبادة سيدي هي حقيقتها يوه وثمار السعادة نعم في عنا لذة وعنا سعادة لأنه لما امتنع نعم شعر بلذة لأنه يراقب الله الآن عظيم إنسان أيام بيكون أمام المجتمع لطيف طبعا بيبرز أجمل ما عنده بمصلحته أما هنا في البيت ما في أحد معه والحر لا يحتمل هو صائم لا يستطيع أن يضع قطرة ماء بفمه عبادة الإخلاص هذه من علا للصوت نعم لكن في دراسات طبية إنه هذا الشهر ترتاحه جميع الأجهزة يعني بتسترح منه الحقيقة هي تتجدد تتجدد هي راحت الأجهزة حتى معامل كوريات الدم الحمراء الله أكبر هاي كله يستريح يعني في قضية تعبدية وقضية صحية الله أكبر يعني تجديد واستنهار عظيم عظيم طيب إذن أنا لما أستقبل الشهر الكريم أستقبله بهذه الروح على أساس أننا فرحان أو فرح لمسألتين أن الله رضياني أن أكون له عبدا نعم ونفذ أوامره وعندما هيدخل الشهر الكريم هبدأ أستنهي طمتي ماذا سأصنع في رمضان هل هي قضية تعبدية فقط أم ماذا؟ عنا عبادات تعبدية نعم كالصلاة والصوم والحج والزكاة عظيم عنا عبادات تعاملية يعني دخله إنفاقه اختيار زوجته تربية أولاده عظيم خروج بناته اختيار حرفته الحركة التي يعيشها الإنسان إن كانت وفق منهة لله الله أكبر طبق المنهج الإلهي طيب فضيلتكم هل ترى أن العبادة التعاملية أشق على النفس من العبادة التعبدية أنا مضطر أن أقول أيوة العبادة الشعائرية لا تخطف صمارها أيوة إلا إذا صحت العبادة التعاملية الله أكبر حتى يقف في الصلاة ويتأثر يكون له خط ساخن مع الله الله أكبر يجب يكون كسبه حلال أنفاقه حلال خروج زوجته وبناته وفق المنهج وكأنه دي مقدمات الصلاة قبل الوضوء سيدي هي الحقيقة الصيام من أجل الصلاة والحج من أجل الصلاة الله أكبر إذا العبرة أن ينعقد لي مع الله صلة أو بتعبير معاصر خط ساخن مع الله أنا أناجه في الليل وقد أبكي أراد الله عز وجل أن نكون مقربين إليه الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماء والله أنا بالنيابة عن المشاهدين تقريباً أستشعروا وما أستشعروا في كلام فضيلة أنك يعني هبت علينا رياح ورمضان من كلامك قبل أن يدخل سيدي أحياناً الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح إذا الإنسان عاد بعد رمضان كما كان قبل رمضان صدق ولا أبالك كأنه ما صام رمضان الطفل لطيف أراد الله عز وجل من هذه العبادة الاستثنائية نقل نوعية طيب الآن الضيف الكريم قد أتى نحن ذاهبون إليه أم هو آت إلينا هو قد أتى إلينا أتى إلينا طيب كيف ينبغي أن نستقبله ما مراسم الاستقبال بما يليق به أيوة أولاً عفواً نعم إذا في تقصيرات بالتعبد إذا في أشكالات بالدخل إذا في أشياء لا ترضي الله بالعلاقات ينبغي أن نتوبى توبة النصوحة إذا تاب العبد توبة النصوحة أنسى الله حافظيه الله أكبر والملائكة الله أكبر وبقاع الأرض كلها خطاياه وجنوبه فلا يشهد عليه أبداً الله أكبر طيب يعني أنا الآن أنا الآن كإنسان مسلم إيماني مش رمضاني فقط هكتب الآن في دفتر ما هي النقائص التي عندي أو التي التي أريد أن أكملها في سلوكياتي مع الناس وقبل ذلك مع الله هل أكتبها ركب الملك من عقل بلا شهوة نعم ركب الحيوان من شهوة بلا عقل تمام ركب الإنسان من كليهما دقيق فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة الغرائج وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان أولاً يعني مثلاً نعم إنسان ميسور أعطى ابنه يعني أشياء ما يحتاجها من دخل من بيت من مركبة إذ كان ميسور لكن الآن الذي يأتيني من بلادي الغرب بدكتوراه أعطيه نصف المعمل هو أنصار عبادة استثنائية نعم تركنا الطعام والشراب نعم والطعام والشراب مباح إنا نعم خارج رمضان نعم فهي عبادة استثنائية عظيم والنقطة عبادة التوحيد الله أكبر في أساسي وعبادة الاستغفار الله أكبر نعم والعبادة التعاملية هذا كله برمضان احنا دخلنا في الثلاثة الآن ذكرت وضلتك ثلاثة فتح 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 صفحة جديدة مع الله عظيم عبارة مستخدمة هي فتحنا مع الله في رمضان صفحة جديدة عقد جديد وأتمنى من كل أعماقي للإخوة المشاهدين أن يستمر بعد رمضان كما كان في رمضان أمصار خط بياني صاعد الله أكبر أما إذا عدنا بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان بستفدنا شيء الله أكبر طيب الآن كلنا فينا أخطاء نعم وفينا تجاوزة ورائزنا تدفعنا أحيانا إلى تعدي الحدود قلنا نقول كلنا على خضر كيف في رمضان أستغل أننا يعني بفيك وابح مدام ضبط دخله وإنفاقه وأمسياته وأهب الصلاة شعر بعظمة الله شعر برحمته شعر بأسمائه الحسنى صلوا اتصال مع أصل الجمال والكمال والنوا الله طيب الذات الكاملة يعني هل فضلتك في رمضان إحنا بنستشعر مدد آخر غير بقية الشهور طبعا عبادة استثنائية من العبد أبدا ومما هو آت لديه من العبد وإن الله يقبله بها الله أكبر فيفتح له يعني ذاق طعم القرب ذاق الله فلو شاهدت عيناك الله من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيره الله أكبر ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا الله أكبر ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمدت غريبا واشتياقا لقربنا نسمع واحدة بس خلينا نموت قرب الله ربنا مولانا يبرك لنا فيك وجزاك الله خيرا هذه الاشرقات هذه الفيوضات وإن كان الوقت قليلا لكن الثمرة كبيرة أنا أول المستفيدين وأول السعداء قبل المشاهدين هذا توضع من الله جزاك الله خيرا عننا وعن المسلمين وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة